أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آبنا واجنبني وبني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهم أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني ربي إنهم أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فمن تبعني فإنه من ومن أعصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع ربي إن عند بيتك المحرم ربنا لنقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص في الأرصار مهدعين مبنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم وأفئدتهم هوا مهدعين مبنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم هوا وأنذر الناس يوم يأتين العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا لا أخفرنا إلى أجل نجب إلى أجل نسمى نجب دعوتك ونتبغ الرسل أَوَلَمْ تَكُونُوا أَغْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضْرَبَنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ وَقَدْ مَكَرُوا مَكَرَهُمْ وَعِدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَتْقُومُ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ دُّ الْتِقَامِ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضِ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهْفَارُ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هذا بلاء للناس ولينذروا به ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم شكرا